طيب السلام عليكم من زيكم محاضرة جديدة وفيديو جديد من نفس البلايلست بتاعتنا والكورس بتاعنا في مادة السيستم عناصلس عند اتساين تو الليكشور دي الليكشور التانية والمحاضرة رقم واحد في الكورس بتاعنا كلمنا سريعا كده في المحاضرة الاولى اللي هي كانت انتروداكشن يعني عن الكورس وتكلمنا عن مفيدين يعني تكلمنا عن المايكرو سيرفز وتكلمنا عن منالوسيك تقريب ما نسألك حاجة كده يعني الفرق ما بينهم يعني المنولوسيك المحاضرة دي ملاش علاقة بالمحاضرة الاولى ولا لعلاقة قوي بحاجات لازم تكون عارفة قبل كده يعني احنا هنتكلم في العموم في حاجات كده كده هنتكلم in the same details يعني فان شاء الله من الحاضرة دي جميلة ويكون في دريك ويكون دماء خفيفة طيب اول حاجة هنتكلم على software process model ودي حاجات يعني خدناها قبل كده ثانية حاجة waterfall والحاجة اسمها code fix برضو ده concept مهم او model مهم بنتعامل بيه في تطبيق software process model وهنتكلم عنه كان شقايا والاجيل والscrum طيب اول حاجة software process model ايه هو فكرته وهنا بس الجديد ان هو بيديفاين الموضوع فبيقولك ان هو structured set of activities مطلوبة عشان ت develop اي software system يعني بيقولك ان في steps كده انت مفروض لازم تعدي بيها او activities معينا لازم تعدي بيها عشان ت develop اي software system كلام ده احنا سمعنا 100 مرة قبل كده ولكن بمختلف التسميات يعني اوقتي بقى اسمه software development life cycle ومرة تاني مش عارف system a life cycle برضو دلوقتي software process model في الاخر كلهم سواء اللي احنا عرفنا في software engineering one او في الاست اي اي او او دلوقتي في الاست اي اي تو باختلاف اسامي المراحل يعني مثلا في software one كنا بنقول ان احنا بنبتدي بال specification or requirement بعد كده ديزاين بعد الديزاين جينا ف По تعمقنا شوية فبقى عندنا حاجة اسمها انا لساة لزبقى عندنا بقى مع بعض حاجات كده ولكن احنا في الاخر بتبقى نفس ال steps بنفس ال portfolio فهنا برضو احنا يتغيرنا شوية حاجات بسيطة فبقى عندنا الاول بنكتب بعد كده ال design و بعد كده بقى فاها عندنا حاجة اسمها وتأتي وفي الاخر خالص ديزاين فارما بين الفاليديشن والإفاليديشن الفاليديشن أن أنت بتتأكد أن الحاجة دي شغالة أما الإفاليديشن بتتأكد أن هي شغالة صحة أكوردينج أو بيزد للسواب على المانجر بتاعك أو المكتوبة ولكن إحنا زي ما قلت في الآخر بتبقى هي نفس الكونسبت أو نفس الفلو فأنت المهم أن أنت تبقى فاهم يعني أكثر من أن أنت تبقى حافظ أساني هنخش بقى في الكاتيجريز بتاع اللي بنبدأ أن إحنا نطبق فيها الموديل ده بمعنى إيه؟ بمعنى أن إحنا عارفين إن إحنا بنبدأ بالسبسيفيكيشن وبننتهي عند المنتين أو بننتهي عند المنتين حلو؟ طب بنمشي بقى سروق الستيرس دي إزاي؟ في أكتر من أبروج أو في أكتر من كاتيجري حاجات إحنا عخرناها قبل كده وعرفناها قبل كده موضوع والأجايل أقول سريعاً الفرق ما بينهم ففكرته إن انت بتبدأ تاخد موضوع كل تبدأ في الاسبيسيفيكيشن تخلصها وتخش على تخلصه وتخش على وفي الأخذ وبهو ده حاجة زي الزفتي هو ده أمثلة عليه الموضوع الووترفول ده أشهرهم والانكرامل وحدة اسماها ونقوم الانكرامل طيب عكس ده هو موضوع الاجائل الاجائل فكرته ان انت اكثر اناك اكثر او انت بتتعامل اكثر سواء التيم بيتعامل اكثر مع بعضه او حتى احنا بنتعامل اكثر كسيستيم مع الكستمر فكل ده موجود في الاجائل والفكرة الرئيسية او الفرق الجوهاري كمان فكرة انت بتقسم اي حاجة كانت موجودة في البالان ديرفين او كذا او كذا جولة ممكن نقدر نقول عليها كده. تبدأ تقسم الشغل فيها وتطلع كل فترة جزء من البروشيكت بتاعك فده بيكون مور فليكسيبل ومور اي موديفكيشن دي كانت في الكورس اللي عبليه كاية. ودي من امثالتها الاكس بي والسكرام واللين والكريستل وحاجة اسمها كل دي امثلة. وطبعا ان اجل بقى احنا هنتكلم عنه بالتفصيل في اللي جاي. ان شاء الله. طب قبل ما نخش بقى في الكلام ده في كونسبتكير احنا كلنا عارفينه ولكن مش عارفين مسمية يعني او مش عارفين الاسم بتاعه. كلنا بنستخدمه عموما يعني. الكود فكس. كلنا بنستخدمه في الاول. كود فكس ده فكرته ايه? انه حاجة على الله كده. انت مفيش 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 اي حاجة. انت بتفتح اللاب. جات فكرة في دماغك عايز تعمل تفتح اللاب وتكتب الكود. سلام عليكم او تقوم بها دي كده بسم الله. وتبدأ تكتب كود. واللي بيحصل انت بتكتب الكود وتتعمل تلاقي بوجز وتتعمل تلاقي لسه بوجز تاني وتتعمل لحد ما في الاخر تلاقي البروجيكت بالنسبة لك تمام فاتطلع. ده دي الصورة بتاعته. ان انت عندك مي بي. ليه مي بي? دي. مفيش مفيش اي حاجة تقول ان دي. انت حاجة في بالك. حاجة في دماغك بس. عايز تعمل كالكوليتر. عايز تعمل ده في دماغ. هو ده بتاعك. بيتدخلها على المعجنة دي حتى كان فيه صور بقى فيه شاباش بطايرة من الدايرة دي وفيه ناس بتضرفوا بعض. في معجنة هنا. بتقوم تكتب كود زي ما قلت وتفيكس بوجز ومش عارفه. وفي الاخر تطلع بالريليز او تطلع بالبرودكشن او بالاب اللي انت فكره ان هو ده الاب. وزي ما قلت برضو ده مي بيممكن يكون هو ده الاب الصح او لا. لان في الاخر ما فيش حاجة نرجع لها. فهمتوا ازاي? وهو ده موضوع الكود فكس طبعا ده بيعمل بلاوي بيعمل بشكل كتير. وهو مش صح في اي حاجة. يعني حتى البيلان دريفن احنا بنقول انه سيء ولكن اوقات بيكون صح. لكن الكود فكس ده هو مش صح عموما يعني. حاجة سيئة جدا على كل المستويات حتى الكود والحاجة دي. طيب الكاتجري بقى الاولى اللي احنا هنتكلم عنها هو موضوع الووترفول. الووترفول اتكلمنا عنه كتير جدا وعرفنا ان هو زي ما قلت في اول سلايد ان احنا بن بنبدأ في كل حاجة مرة واحدة او خطوة خطوة سوري والحاجة اللي احنا بنقول لها ما بنرجع لها او الحاجة اللي احنا بنخلصها ما بنرجع لها اشتاق. الموضوع ده ليه بنيفتس اه طبعا ليه بنيفتس. قليلة ليفاوض قليلة ولكن موجودة. زي اهم حاجة او يعني مش قلاش نقول اهم حاجة زي اول حاجة موضوع ان هو سيمبل في الامبليمنتيشن. ليه سيمبل في الامبليمنتيشن ليه كنتك او في العموم يعني للتيم كله لان المفروض ان النوع ده من البروجيكس بيكون واضحة. بيكون اتعاملت مئة مرة قبل كده. فتخيل معين الموضوع بالبساطة دي ان انت ممكن تلاقي مسلا توتوريال على يوتيوب تساعدك ان انت تشتغل عليها. تلاقي فيه كتير جدا بتقولك ازاي تعمل حاجة زي كده. موضوع سهل. اديك مسال على ده لو انت بتعمل مسلا يعني ده مسال بسيط جدا. اي حد فينا دلوقتي عايز نروح نعمل وموضوع خلاص بقى معروف. في ضربه واسمه وطرحه ومش عارف ايه. والكوت بتاعها معروف وبتكتب وبقى كل مشكلتك بس او كل اللي هيميزك هو مش هتروح تختارع عمليات حسابية جديدة ما فيش اي افطراع. فده سهل جدا في المقارنة باي بقى حاجة تانية فيها ومش عارف ايه وحوارات جديدة كده فده بيكون اصعب وده ما بيتعملش ابدا بالبلان دريفن. او بالووتر فول. فالووتر فول سيمبل في المقارنة. تاني حاجة ايزي تو مانج. انت معروفة بالنسبة للمانجر بقى ويعني اي رول او اي هيد في التيم. هو بيكون عارف احنا فين دلوقتي. وده المعضلة اللي مش موجودة في القجائل. ان انا مش عارف انا فعليا ان انا فين دلوقتي. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ومش شغل دماغي بأى حاجة تانية. عارف ان انا خلصتements، ومش هروح لها تانية. انا دلوقتي بحول الـ requirements دي للـ design. خلصت adessoesters Dark للكود. انا عارف انا بعملي بالزبط. ومش هروح للديزاين تاني. ولا هروح للتاني. وده السهل للمانجر زيه. طيب بيقولك ان ده بيرفكت الوترفول عموما بيرفكت لما تكون انت عارف من الاول بالزبط. انت عايز ايه? يعني انت عارف من الاول بالزبط انت عايز تعمل ايه? واللي هو الحاجة دي بيسموها ماس بروداكشن. ايه ماس بروداكشن ده? حاجات متعرف عليها من زمان قوي انها بتتعمل كده. زي خط سير مسلا في مصنع او حاجة. التعريف الحارفي بتاعه بيقولك ان احنا بنعمل حاجات كتير كمية كبيرة من الايتمز او ايه ان كان يعني الحاجة اللي احنا شغالينا عليها بستاندرد او بروداكشنز او بروداكشنز او بروداكتز ليها ستاندرد خلاص هي معروفة. زي ما قلنا زي الكالكوليتور وزي ان انت خط سير بيعمل تشيرتات خلاص مفوش يعني هو السير ماشي وفي خط مش عارف بيعمل ايه وفي ناس وقت. وما الى زلك يعني. مفوش اي معروفة الى حد ما البروسيس دي بتخلص امتى? وبتخلص ازاي? وبتتعمل بايه بالزبط? فده هيكون انت تشتغل مش محتاج ان انت مسلا عند معينة وانا بخط السير ده ادخل الكاستمر اقول له ايه رأيك في السير وهو ماشي. ما خلاص ملاش لازم. وكمان ده بيكون مفيد او بيستخدم الووتر فول برضو في حاجة مش مكتوبة هنا يعني. بيستخدم في اللي هي مدتها قليلا يعني. يعني خلاص الموضوع هيخلص على طول. فمش مستهل ان انا اشتغل اجايل او كرام او حاجة كده. في كتير بقى في عيوب كتير. كلنا عارفينها. اولها موضوع ان انت مش بتاعف ترجع لورا خلاص مجرد ما دخلت او تقدمت في خطوة مش بتاعف ترجع للاولى للخطوة اللي فاتت. طب وانا السؤال برضو انا ليه ممكن ارجع لخطوة فاتت? طب انا خلاص خلصتها. لا طبعا انت ممكن ترجع لخطوة فاتت. اه لو احنا طبعا شغالين على مش معروفة بتاعته. او مش معروفة بالزبط انا عايز اعمل ايه? فوارد جدا ان مسلا تلاقي عاملك او عاملك او عاملك مثلا. عامله بشكل معين وهو خلص وبعد كده بعته للفراند او للناس يعني اللي هيعملو. وارد جدا ان انت بتعمل تلاقي ان الدزاين ده يعني يعني يتخيلوا بقى حاجات ويحلاموا كده ويعملوا اه دزاين زياني ما ينفعش ان انا اعمل لها اه ما ينفعش ان انا حولها الكود. ففي الحالة دي هتضطر ان انت تروح تتكلم مع الناس بتاعت الدزاين وتقول لها ما ينفعش ده ومعايزين اعدل مش عارف ايه شوية الانيميشن ده ما ينفعش يتعامل مش عارف ايه. في الوطر فول مفيش يا باشا. اصلا ممكن بتوع دزاين زي دول او بتاع الدزاين اكون انا جايبه اصلا نشتغل ومجرد ما خلت شغله رفدته. نشيته خلص من الشركة. ما بقاش موجود اساسا. لان انا متأكد ان انت كده كده مش هترجع. فهمتوا ازاي? فدي حاجة سيئة جدا. حتى هما عشان كده عملوا حاجة اسمها الوطر فول المعدل شوية. انه بقى فيه شوية اوبرلاب. فبقى فيه يعني في اول مرحلة لك مثلا اصبوع تتكلم مع بتوع دزاين. وفي اول مرحلة دزاين ليك اصبوع تتكلم فيه مثلا مع بتوع. فده حسن شوية من الوطر فول ولكن مازال وحش. طيب الحاجة التانية ان انت زي ما قولنا برضو نفس الفكرة ان كل تيم بيقون الفيز بتاعته. وخلو لك من كلمة قون ان هو واخد الفيز بتاعته وقفل عليه. هو بيمتلكها. ما بيتعملشش مع الفيز اللي بعديه ولا الفيز اللي قابليه. فيز زي لفكرة الامبليمنتيشن دي تعتبر فيز. الدزاين يعتبر فيز وهكذا. فكل تيم عندنا تيم الدزاين مالوش اي علاقة بالامبليمنتيشن تيم ولا ليه علاقة بالبيزنس تيم اللي هو قابل. ما فيش اي او قلال جدا لما فيه بتوين اي اي حد والتاني. بتوين بقى المانجر والتيم بتوين التيم والتيمز وبعضها. بتوين البروجيكت كله والكاستور. طبعا هارد تو تشينج ازا اسكوب ومفهوم يعني من الكلام اللي احنا بتقوله. ان صعب جدا بقى ان انت اتعدل او تعدل الاسكوب عموما. انا ممكن اكون عامل مسلا انستجرام ان احنا بنتفرج على ريلز بس في انستجرام. جي فجأة انا عايز اعمل استوريز مثلا يعني. فما فيش بادة انا او شغل وطرفول خلاص هي تبدل كده مدى الحياة. فعش ان انا اعدل الاسكوب. طب كان فيه ثلاث ثوابت كرة رئيسية. هي السوابت او الحاجات الرئيسية اللي موجودة في اي بروجيكت. اي سوفت ويب بروجيكت. وتعديل اي ثابت من الثوابت دي بيبدأ يؤثر في البروجيكت. سواء بالاجابة او بالسلم. طب خلينا نقول ايه هي السوابت دي. هما تلاتة. الاسكوب او ريكوارمنت. الكوست. والكوست ده ممكن يكون اه تكلفة مادية او او تكلفة غير مادية مسلا تيم او كزا. والسكادول او الوقت بتاع دي. اي تعديل طفيف في اي واحدة من دوت هيأثر في البقية. يعني انا مسلا لو عدلت في الاسكوب تعديل بسيط او عدلت في الفيتشلز اللي انا مفوضة اعملها. بديهيا ده هيأثر في الكوست وهيأثر في الوقت. الوقت هيزيد او هيقل. الكوست هيزيد او هيقل. لو انا عدلت في الكوست زودت مثلا المرتبات فده مفوض بيدينا ريحية اكتر في الفونكشنز انها تتعمل بشكل سليم او تزيد. وده بيقلل لي في الوقت مثلا. ان انا زودت عدد ناس في التيم فالوقت عموما بتاع البروجيكت هيقل او سرعة هتزيد. وهكزا. هنا مقارنة بسيطة ما بين الووترفول او البردكتف بروسس والادابتف بروسس او الاجيل بروسس. بيقول لك ان الحاجات اللي في البيز بتاعة المثلث خلينا نتكلم الاول على الووترفول. الحاجات اللي في البيز دي فليكسابل او فاريابل. نقدر ان احنا نعدل فيها سرعة اوة الايه البروجيكت بتاعي. اما اللي فوق اللي في رأس الهرم او رأس المثلث دي حاجة سوابت او او ما ينفعش ان احنا نغيرها. بنتفق عليها من الاول او مش بنتفق عليها. احنا بنكررها في الاول عشان في فرق ما بين نتفق نتفق دي فيها جدال وفيها ممكن اقول لك اسبوع او اسبوعين وبعد كده نرجع اقول لك بالزبط احنا عملنا ايه? ده كده الاتفاق او ده خلي بالك عشان في فرق. لكن ان انا اقرر هو بيبقى قال ان هكون واحد اين تلاتة ما فيش نقاش. فده اللي بيكون موجود فوق. طيب خلينا نشوف ده بقى ايه اللي موجود تحت و ايه اللي موجود فوق. الحاجات اولا الحاجة السابتة هي بتاعي بتاعي واضح من الاول بشكل ان انا اقايل ان انا هعمل واحد اين تلاتة. واحد اين تلاتة ده صحة ولا غلط ولا هيتضاف عليه ولا لا انا مش دعوة انا هعمل واحد اين تلاتة. حلو? فدي كده او دايما بتكون سابتة او فيكسد في الووترفون. ايه اللي متغير او بلش اقول متغير خلينا اقول ايه اللي لا باستميت عليه? القوست والسكادول. طيب. القوست ده اللي هو فعليا الفلوس اللي هتفحع في البروجيكت دي بتكون متحددة من الاول المفروض ان انا عارف ان انا هتفع كزا. برضو مفروض ان هو او سوري مش متحددة ان احنا هنستميت عليه. والسكادول كذلك الطيب. طيب. ده بيحصل ازاي? بيحصل انا بعد مكتب ممكن اعود بعد اقول اقرر انا مثلا في العقد ان انا بعد ما خلص المرحلة بتاعة الى اللي أنا بعملها في الاول مثلا لمدة تلت شهور اقول للبروديكت اونر اقول للكاستور ان انا بعد تلت شهور هقولك بالزبط انا هاخد فلوس ادي ايه? وهاخد time ادي ايه? وده يعني ان انا انا هكتب الاول وبعد ما اكتب الاول بان انا عليه هقولك القوست بتاع ادي بزبط والسكادول بتاع ادي بزبط. وده بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الووترفول وده اللي احنا هنتكلم عن الاسرائيلز اللي جاي. اما في الاجيل الموضوع مختلف. بالنسبة لي هو الاسكادول. الاسكادول ده ما قصودش بالفلوس. لان الفلوس في الابجيت في الاجيل مش سابتة من الاول. وما لإيه اللي سابت التيم اللي حد ما. وممكن نقول كمان ان هنا مش المسلس ده مش هيكون على البروجيكت كله. لان الاجيل جدا على البروجيكت كله. وما قداش هسبت اي حاجة من التلاتة. لو هنا ممكن نتكلم على بسيط من البروجيكت او فترة وجيزة من البروجيكت. ممكن نقول او او مثلا او شهر. اه من البروجيكت انا عارف بالزبط بتاعي. عدد افراد التيم اللي موجودين دلوقتي. وعارف الاسكادول بتاع الفترة اللي انا فيها دلوقتي. اللي انا فيها دلوقتي. مثلا لو هي فانا عارف ده هيخلص امتى? فاهمين الفكرة? لكن مش البروجيكت كله. المتغير معي هي 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 دي المتغيرة وانا مش عارف بالزبط ان هعمل ايه? يعني انا عندي في الاول ان انا هعمل واحد اتنين. واحد واحد وفتشر اتنين. ممكن وانا شغالة لأ ان انا معي وقت اعمل تلاتة اربعة. وممكن العكس وانا شغالة لأ ان انا معيش وقت اصلا اعمل واحد او اتنين او معي وقت ما عيش وقت ان انا اعمل اتنين وهعمل واحد وهكذا. طيب. طب ده بيليد لايه بقى? تخليني يعني حتة الاجال دي زيادة مني. لكن هو اللي موجود عندنا في المنهج حتة المسلس دائعة. فالفكرة ان انا ميثبت الريكوارمنت وبعدل في القوست والسكادول ده بيوديني المشكلة كبيرة او كذا مشاكل او كذا مشكلة. اولهم ان 86% من البروجيكس مش بتتم او مش بتكمل او بتكون صعبة جدا او بتفشل في الاخر. 86% من البروجيكس. ليه? لان انا في الاول خالص بكون استميتد على او بكون متفق او سوري بكون مقرر الريكوارمنت بتاعتي. حلو. وبعد ما اقرر الريكوارمنت بتوقع ان انا هخلص في وقت مثلا سيء مثلا ان انا هقول الريكوارمنت دي انا خلصتها في ثلاث شهور وبالبرايس ده وبالسعج ده. اللي بيحصل ان انا مش مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان انا بعدي الفترة دي بعد الديدلاين فكل ما عدي الديدلاين كل ما بيكون ده في شرط جزائع علي او كذا. وكمان الكوست كذلك بيزيد. فلي بيحصل ان يا اما البروجيكس بتبقى صعبة جدا ان احنا نكمل فيها وفي الاخر بتكمل او فعلا هي بتفشل خلاص انا ما عايش فلوس هدفع تاني ولا انا عايزه ما تمش. او مسلا ان انا عشان حتة الفيتباك اللي اليوزر بيتدخل في ها في الاخر خالص. فبعد ما اعرض البروجيكت على اليوزر يقول لي لا انا مش عاجبني اللي انت عامله ده. فالبروجيكت كله يفشل. ستة وتمانين في المية وده رقم كبير جدا. بسبب البروجيكت بتفشل. اقل من تلاتين في المية بس هي اللي بتخلص فعلا على البيلانينج. او حسب البلان اللي احنا عاملينه. والتلاتين في المية دول او اقل كمان من تلاتين في المية دول بقى بتبقى ليها ماسك برادكشن او البروجيكت اللي هي خلاص معروفة هي ماشية زي او بسيطة او وقتها قليل او ما ايلا سيلا. حوالي تلاتين في المية اصلا بقى من البروجيكت بتتكانسل من قبل ما نبدأ فيها. قبل ما نبدأ فيها بمعنى ان بعد ما اكتب يعني انا بكتب. انا كده اعتبر لسه ما بدأتش. بعد ما اكتبها بلاقي ان اليوزر مسلا مش مفصوط او كزا او كزا ايا كان السبب ايه? والبروجيكت مش بايه. طيب احنا نخش بقى في الاجيل. احنا كلمنا عن الاجيل كتير فخلينا نخش على طول في الحاجات اللي تعتبر جديدة شوية فاحنا عندنا او اربع ثوابت تقريبا الاجيل بيكون بيتكلم فيها ايه. طيب الحاجات دي كلها موجودة عن نت او على جوجل يعني ايه النت DNa مش موجودة على جوجل بنفس الكلام نفس الكونتنت تسابت على اي كونسبت بناخده في الاجيل ودي ميزة من الاجيل ايا كان مين اللي هشرحه ايا كان الموقع اللي انت هتشوفه هتلاقيه كاتب نفس الكلام بنفس الطريقة ممكن الستايل بس اللي يكون مختلف. حتى فالشركات الكبيرة اللي شغال اجيل بتلاقيها طبعة كل الكلام ده من Delicious دي لحد اخر في المحاضرة دي. هتلاقيها طبعة نفس الكلام ولزقاها على الحيطة او اين كان فين في الشركة لان دي ثوابت اي حد شغال اجائل لازم يكون عارفة. طيب اول حاجة بيقول ان احنا الافراد والانتر اكشن التفاعل ما بين الافراد اهم ما عندي من اي حاجة. اهم عندي بقى من البروسيس ومن التولز ومن اي حاجة. طيب يقصد بايه البروسيس والتولز? يقصد بها ان مثلا لو انا شغال في شركة او انا دلوقتي مدير شركة وشغال اجائل مهمة عندي الافراد تكون مبسوطة. اكتر من ان انا اكون عامل بروسيس جمدة جدا ان مثلا اه حد عشان ياخد اجازة محتاج مش عارف يبعث ايميل والميل ده لازم يتوافق عليه وياخد انضم ان مش عارف ميل. دي مثلا دي تعتبر بروسيس وحاجات تدايب. حلو? او مثلا حتى لو انا بكتب كود ما عودش بقى اقرفه بمية حاجة لازم يعملها قبل ما يطلع لي اول ريليز. فاهمين اصلي? لا اخلي الموضوع سهل او الى حد ما مريح بالنسبة له. ده ده المفروض متبعة في الاجائل وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الكامس اللاد الجاية. بنقدم الوركينج دي سوفتوير ان السوفتوير يكون شغال على اي كتير. ولاحظ واكد على حتة كتير او مبالغ فيها. او ملهاش لازم. لكن انا مش بقولك في الاجائل ان انت تكتب تعمل سوفتوير او تكتب كود من غير ما تعمل اي ده طبعا غلط. عموما بقى سواء اجائل او ووترفول. لكن اللي بحصل في الووترفول ان بيبقى فيه كتير ملهاش لازمة لان انا بكتب الدكومنتيشن قبل ما اخش في الكود. فتلاقيني اعمل مسلا دياجرامز انا مش هستخدمها. يعني انا بتاعت بروشيكت بتاع انا مش هستخدمها او مش محتاجها. حلو? فهو بيقولك لا انا اطلع شغال بالدكومنتيشنز اللي انا محتاجها بس. هعمل مسلا دياجرام. هعمل اي ار دي. الفيتشر اللي جاية لا مش هعمل اي ار دي. وهعمل مسلا دياجرام بس وحاجات كده. فطبعا ديكومنتيشن مهم ولكن ما تقطرش مني. اهم عندي من اي كونتر اكتب او ان انا اكون كاتب بعقود من الاول او كاتب مش عارف انت هتبتدي ان انت تتدخل في السيستم بتاعي بعد ثلاث شهور من بعد ما اكتب الكود والجودة. لا. في الاجائل ليه الحق ان هو يتدخل في اي وقت? يكلمك كده الصباح يقولك احنا وصلنا لفين? عادي جدا. وانت تدي له الاستيت بتاعتك وهو لازم يكون عارف ويدي لك فيتباك وحاجات كده. اتليست خالص ممكن يكون لو هو كلمك في نص الاسبرينت. الاسبرينت ده اللي هو يكون بيكون من اسبوع لاربع اسابيع. ممكن تقوله استنى لما الاسبرينت يخلص تقدر تتكلم معي. لكن ده ماكسيمم. ده ده اخرك في ان انت تأجل اي ما بينك وما بين الكاستر. طبعا ده مش بيحصل خالص في الووترفول. اهم عندي من اي بلان. يعني انا دلوقتي شغال مسلا على بلان. قلت ان انا خلال شهر هطلع خلال الشهر. حلو? هطلع مسلا وفيتشر تو. وانا شغال لقيت لاي سبب انا هعمل السبب ده ممكن يكون الكاستمر. قال ان انا هشيل وحط مكانها فيتشر سري. في البلان اللي انا فيها دلوقتي. او قال ان انا هشيل وان وطو وهحط سري وفور. هو حضر. او حتى وانا انا بقى ممكن يكون القرار من عندي انا كحد بيكتب كود او كبروجيكت مانيجر. او بروجيكت اونر. انه احنا شغالين على لقيتها ان هي هتاخد وقت طويل اكتر من اللي احنا فيه فانقلها لمكان تاني وابتدي تاني. ايا كان اللي تشينج سببه ايه? لكن انا عندي قابلين انا اعمل تشينج وما افضلش متمسك بالبلان اللي انا فيه. في بقى كم نقطة كده هنتكلم عنها وهنا دلوقتي لها علاقة بالماين ست او الشخصية بتاعة الاجيل. وهنفرش الكلام ده بالتفصيل الممل في التو سلايز اللي جايين بعد دي. حلو لكن ده الملخص فانت افهم ده كويس او عشان تفهم اللي جاي بشكل بسيط او تفهم اكتر اللي جاي. طيب. اول حاجة طبعا ده دي سوابت في اي اه بروجيكت انا بطلعه بالاجيل. اول حاجة عندي الفاليو. ان انا اكون مطلع البروجيكت فيه فعلا ليه قيمة للكاستمر. فوكس اون ديليفرينج الفاليو للكاستمر. اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده في كورس او يعني مش كورس كان فيديو. ممكن اطلعه لك في الاية اللي فوق. اللي هو المينمم او الام في بي. ان انا اكون طالع بالفاليو. مش مهم ان انا اكون اعمل له حاجات خزعبالية في الاول على قد ما انا مهم اقول ان انا اطلع له بالمين او الكور فاليو بتاعت بروجيكت بتاعه. ممكن ما اطلعه للكش خلاص بقى في الاية لان ده فيديو طويل وانا قلته خلاص ديلا. طيب. تاني حاجة الفاليديشن. ان انا اكون دايما باخد فيدباك. الفاليديشن ده مفروض هو اللي بيفاليديت ازا كان الحاجة اللي انا عملتها دي هي فعلا الفاليو بالنسبة للكستمر ولا لأ? ودي انا كنت شرحتها قبل كده وقلت مثلا لو انا عايز اعمل عربية. مش بطلع للكستمر العربية مرة واحدة. لا. انا الاول بشوف المين كونسبت بتاع العربية ده ايه? ان العربية بتمشي. فهطلع له في الاول سكوتر بدل للعربية. ده مش مزاجي ان انا اطلع له سكوتر لكن على قد الوقت وعلى قد الامكانات اللي معانا دلوقتي انا هطلع لك سكوتر وانجرب. فبعد ما طلعت لك سكوتر اللي انا فكره هو ده الفاليو. هشوفها معاك. هاخد رأيك هقولك. ايه رأيك في السكوتر? هلاقيك بتقول لي لا مش ده اللي انا عايزه بس انا بامشي. يعني هو هو بيمشي بيحقق ولكن مسلا مش بيجري او مش عارف اعمل كزا. طبعا السكوتر بعيدت خالص عن العربية. العربية دي الكستمر رسمها في الدماغة. انا برضو لسه مش قادر اعرف بالزبط الكستمر عايز ايه? يعني انا من الاول مش عارف ان هو عايز عربية بالزبط. انا عارف ان هو عايز حاجة بتجري مثلا. لكن ما عافش ان هي عربية. فاهمين ازاي? فبعد افاليديد. وبعد كده ادبت البلان بتاعتي بيزد على الفيدباك اللي انا خدته. اللي هي الفيدباك اللي هو يعني. فمسلا انا هو قال لي ان السكوتر مش عاجبه لانه هو في واحد اتنين تلاتة. فبابدأ ان انا احط التسقاط للتيم بتاعي ان هو يحسن المشاكل اللي اليوزر شافه. وابدأ ان انا سريعا اطلع له آآ من السكوتر ده. فالسكوتر مسلا بدل ما هو كان سكوتر بctica انسكوتر. بقى سكوتر مسلا اللي هو بالكهرباء او بالبطارية او كذا. برضو لسه مش عاجبه شلتو خلته عجلة. لسه مش عاجبه بقى مسلا بدل العجل بقى آآ آآ اسكوتر متسكل او بعد كده بقى عربية. العربية ممكن تتطور واحدة واحدة لحد لما فعلا هي دي الحاجة اللي هو عيز. كل دا حصل بناءا على ايه؟ بناءا على كل الحاجات دي. ان انا في الاول بقدم له value متوقع نهاية دي اللي هو عايزها. ببلاديت معي بلاقي ان هو لا مش دال اللي هو عايزه. او مش دال اللي هو عايزه بنسبة مية في المية. فببدأ ان انا اقدبت البلان بتاعتي. وابدأ ان انا اوصل له. ان انا اوصل له على طول السوفتوير يكون شغال بشكل سريع. يعني كل فترة. ودي اللي جاي اللي هو deliver frequency. او frequent ان انا اكون بطلع له بتاع ده. اطلع له الفيتشر بشكل منضبط. يعني مثلا ما اطلعش اعمل release لفيتشر جديدة دلوقتي واستنى على الريليز التانية كمان شهر او كمان بلا شهر كمان سنة ولا حاجة. والفيتشر اللي بعدها تطلع بعد الشهر. لا خليني متساوي في الريليز بتاعتي على قد ما قدر. فيتشر مثلا كل شهر. فيتشر كل سنة. فيتشر كل كده يعني. مشاركة تكون فيتشر ممكن يكون version عموما بيطلع اخد عليه feedback. ويكون بيطلع كل فترة وجيزة. حلوة اول حتة دي ال team ownership ان انا اكون محسس ال team اللي شغال معاه في القجايل ان هو اللي بيملك ال project. هو مش بس شغال في الشركة. لا هو بيملك الشركة فعلية. والخير اللي بيجي او الحاجة الصحة اللي بتتعامل هي بتعمى علينا كلنا. ولا حاجة سيئة فهي بتضرنا كلنا. وده بيكون بتكون شخصية الشركة عموما اللي شغالها اجايل كده بسبب الفيدباك. فاتخيل معايا لو انت team مثلا انا front end ومعايا back end ومعايا team بتاع UI. كلنا اتحدنا ان احنا نعمل اه حاجة معينة. طلعنا version وديناه لل customer وال customer ادينا feedback. الفيدباك دي مش هتبقى لي انا الواحدي كfront. هكون لي لل front وهكون لل UI وهكون لل back end. فكلنا خدنا المسئولية دي. ان احنا سمعنا من customer وعرفنا بالزبط ايه اللي مضايقه او ايه حاجة اللي لسه مش عجباه. وخدنا مسئولية ان احنا نطور الموضوع ده فحسنا ان احنا جزء فعليا من الشركة. لان احنا لو مش موجودين الشركة موجودة. طيب. اخر حاجة ان انت تكون دايما كتيم. دايما قادر ان انت تطور من نفسك وتكون دايما مع التكنولوجيز الجديدة اللي بتطعب. سوى على المستوى المانيجمنت او على المستوى التكنولوجيز. الكلام بقى اللي احنا قلنا ده نفصلينه هنا على اتناشر لعلاقة بالاجيل. هو هو نفسه اللي احنا قلناه ولكن هنا هنجري عليه كده سريعا لانه هنا دخل في التفاصيل الاكتر. فبيقولك ان اول حاجة اعلى عندنا هو ان يكون مبسوط ويكون دايما بيطلع له بتاع ده. او سوري يعني من البروجيكت بشكل او يكون ان هو دايما يعني بيطلع. ويكون دايما يكون اول حاجة احنا قلناه. ثاني حاجة ان احنا دايما لأي بتاعتنا. ثالث حاجة موضوع ان احنا نكون بنطلع بتاعتنا بشكل متكرر. ممكن التكرار ده يكون على مسلا يكون يقصد به بتاعتنا او اللي هو بيكون من اول اسبوعين لحد او من اول اسبوع لحد اربعة سابيع. ممكن يكون قصده كمان الريليز. الريليز اللي هو بيقول ان هو ممكن يكون متوسط من اول. ان انت تبدأ تطلع فعليا بفرجن. يعني قادر اليوزر ان هو يستخدمها يعني. مش بس المانجر او مش مش قصدي اليوزر بتاعي انا 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 قصدي الاندي يوزر الناس اللي هي تستخدم الاب في الاخر. كل اسبوعين ممكن اطلع لهم فتشر جديدة او كل شهرين. برضو رقم اربعة ان احنا كلنا بنشتغل مع بعض. سواء البيزنس بيبل او الديفليبرز. لاحظ ان هو البيبل على البيزنس وقال الديفليبرز على الناس اللي بتكتبه دي. ده مهم جدا. الناس اللي بتكتب وبتوع الديزاين يكونوا بيتكلموا دايما مع الديفليبرز وكمان يفضل ان هما يكونوا بيقاعدين مع بعض في انفارومنت واحد. يعني حتى الاوفيس او الشركة اللي احنا هنشتغل فيها شغلين فيها اجايل. مفيش شركة شغالة اجايل بتكون عاملة مكتب بباب. يعني كل واحد ليه مكتب او كل تيم ليه مكتب لوحده. مسلا التيم بتاع الفرانت اند الوحده. التيم بتاع الموبايل الوحده. التيم بتاع الباك اند ما حدش بعمل كده لو شغالين اجايل. لازم كلنا نكون مع بعض ايفن الناس بتوع البيزنس يكونوا عادين معنا. كل واحد ليه مكتب ايوة. ولكن في نفس يعني ما فيش حواجز ما بيننا. يعني حتى الليدر يكون قاعد معنا في نفس الانفيرومنت. لو ده مش موجود هتكون منظمة او منظومة فشل ايه. حلو قوي. عقم خمسة دي بيقول لك. ان احنا نبدأ ان احنا دايما نشجع الناس اللي شغالة معنا انها دايما تكون مبسوطة. ودي جزئية مهمة جدا جدا. انا يمكن او يعني الشركات الكبيرة او حتى الشركات دلوقتي الستارتوب كمان اي شركة شغالة اجايد. بيكون همها الاول ان فعلا الشخص اللي بيكتب كود او شخص اللي شغال معايا. في الشركة يكون فعليا مبسوط وعنده انتماء للشركة. ودي مش رفاهية. يعني فيه ناس بتشوف ان ده رفاهية ويمؤمن الديفيربر يكون جاي بيكتب كود وشكرا وخلاص. لكن الحقيقة ان هو استحالة يكون موجود في الضغط بتاع الاجايل. ان الاجايل فيها ضغط الى حد ما. استحالة يكون قادر ان هو يكمل ويكتب كود ويكون مبسوط ويكون بيطلع فعلا. ويكون في فرق من ان هو يكون بيشتغل بضمير او بيشتغل بحماس. فاحنا عايز انه يشتغل بحماس مش بس بيقول ان هي دي ويقول له الموضوع ده انا عندي فيه تعليق واحد واثنين وثلاثة. مش هيعمل ده الا هو فعلا حابب الشركة وحس ان هو جزء منه. كنت قعدت مرة في كده كبير. الحمد لله جاءت الفرصة ان احنا قعدنا كده في كافيه مع ناس لشركات عملاقة في مصر. كانت القاعدة كلها تتكلم ان كل واحد في القاعدة دي بدأ ان هو يحكي قد ايه او ايه الطريقة اللي هو بيمدفيد بيها الناس اللي شغالة معاه. او ايه الطريقة اللي هو بيخلي الناس اللي شغالة معاه مبسوطة. في ناس بتقول ان احنا. سوري في ناس مثلا عاملين رحلة كل اسبوع اللي مش عارف فين. في ناس كل عيد بتبدأ تطلع الناس اللي في الشركة بتاعتها لتسافر برا او تصيف او كذا. في ناس عاملين او دي اغلب الشركات ده طبيعي ان هما يكونوا عاملين مكان للطرفيه. دور كامل في بلاي ستيشن وبينج بونجو. وطلبزات بلياردو وبينج. ده طبيعي. كل ده ليه? كل ده علشان الكاسر او سوري الشخص اللي موجود جوا شركة يكون مبسوط وحس انه هو فعلا اه. وده بيكون نتيجة بقى الكلام ده ان هو دايما بيكون بيطلع الشغل بشكل ممتاز. عنده شغال بحماسه وفي نفس الوقت. اه كرياتف جدا وبيطلع دايما شغل. طيب برضو بيقول ان رقم ستة ان افضل تحصل في الاجائل الفيستو فيس كونفرسيشن او ان احنا دايما لو احنا عايزين نتناقش في ايشو او كذا نتكلم كده ما يبقاش في كول او ما يبقاش اونلاين ميتين يعني. رقم سبعة بيقول ان الووركينج سوفتوير هو البرايماري ميجور لأي بروغرس. بمعنى ايه? ان انا دلوقتي عشان اقيم شغلي انا كتيم او اقيم شغلي انا كليدر. بشوف هل انا دلوقتي عندي برويجيكت شغال ولا لا. لكن ما ينفعش اقعد مثلا خمس شهور قاعد بابني في ومعملتش اي حاجة. ده غلط. في الاجيل على قد ما اقدر اطلع ووركينج سوفتوير بعد كده ارجع اطور فيه. لكن طول ما انا ما طلعتش ووركينج سوفتوير انا كده لسه ما عملتش حاجة في نظر الاجيل. وفي نظر انا لسه ما عملتش حاجة. مش هروح اقنع ان انا اه والله انا بقالي ستة شهور بكتب كيلين كود. هو مش افهم يعني ايه كيلين كود. انا لازم اكتب كيلين كود. وانا يعني كنت لسه في الكورس التاني عمل اقول لازم نكتب كيلين كود وكده. لازم. ولكن برضو تعمل حسابك انت اطلع بشكل سريع. او يكون عندك او الان في بي يطلع على طول. او الهيكل يعني بتاع البروجيكت يكون موجود وبعد كده تطور فيه براحطة. فده مهم جدا. لكم تمانية دي بصراحة انا يعني مش فاهمها قوي. ولكن هو معناها التنمية المستدامة. ان يعني تقريبا البروجيكت يكون او الناس اللي تكون موجودة في البروجيكت تكون مكملة دايما مش ناس شغالة فريلانسرز او كزا يعني. يكون تيم فعلية الموجود ومكمل لحد اخر البروجيكت على القر. طيب. برضو الفكرة هنا رقم تسعة بنقول ان احنا نكون عندنا القابلية كتيم ان احنا دايما نطور من نفسنا ونكون بالناس على ان احنا دايما نكون ودايما بنتور نكون مع اي جديد يطلع من اللي احنا شغالين عليها ويكون عندنا قابلية ده. بقى معاشرة برضو بيتكلم على البساطة. خليك بسيط في بتاعتك ما تبقاش ضغط تلتين بتاعك يعني. واحنا شغالين في الخلي كل بتاعه. ما يبقاش مسته احنا دايما تشغالين في معين وتوقع تقول يلا بسرعة عشان احنا عندنا ميت حاجة محتاجة تتعمل خلال اللي جاي ومشا فيه لأ. انا دايما تشغال في معين خلينا يركز فيه. برضو فكرة آآ تيم ان التيم يكون منظم بطبعه. مش محتاج ان الحد يكون دايما مرقبه او يكون آآ حاجات من دي يعني. وآآ وده بيكون موجود لو انت بقى يعني برضو نفس فكرة انت تبقى دايما ما خلي بالك من نفسية التيم بتاعك. ما مساعد ان هو يكون في الانفيروم انت فعلا ايجابية وان هو فعلا يكون مبسوط دايما. وحس ان الشركة دي بيته. فبطبيعة الحال هو يكون جدا واتجاء دايما آآ منظم وبيطلع الشغل قبل والدنيا آآ منظمة وجميلة. برضو هنا بيقول ان بتاعت التيم لازم تكون دايما آآ عندها قابلية للتوسع ويكون دايما مثلا تلاقي حد من افراد التيم طالع للليدر بيقول له انا عندي فكرة جديدة للبروجيكت اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. انها هنعمل واحد اتنين تلاتة. وكلها في الاخر بزي يعني بترد على بعضها وحاجات تتفاهمينها. خلينا بقى نروح للأجير. خلينا نروح للسكرام ونتكلم عنه آآ سريعا. ليه سريعا? لان المحاضرة اللي جاية اللي هي هتشرح الأسبوع اللي جاي هتكون بتتكلم بالتفصيل عن الاسكرام آآ والميتنجز بقى اللي بتتعمل فيه وحاجات كده. طيب آآ اول حاجة ايه هو الاسكرام? احنا كلمنا عنه في سوفتور انجينيرينج آآ سوري في الاس اي تو آآ آخر محاضرة ولكن هنتكلم عنه تاني دلوقتي. هو اجايل بروسس يعني الاسكرام هو بيورس كل حاجة من الاجائل ولكن بيكمل عليها. آآ الاسكرام بيستخدم بنستخدم في حاجة اسمها تلاتين يوم. يعني اي سبرينت بيكون اقل لحاجة خالص تلاتين يوم. لكن في الاجائل الطبيعي ان احنا بنقول ان هو ممكن يكون من اسبوع لحد آآ اربع اسابيع يعني هو يعني من اسبوع واحد لشهر. في الاسكرام لازم يبقى شهر. وايس? يعني الاسبرينت الواحد شهر. بيقول برضو ان الاسكرام بيكون مناسب اكتر للبروجيكس الكبيرة. الطويلة. البروجيكس اللي هتاخد وقت. والبروجيكس الكومبليكس. في الاسكرام بنعمل حاجة اسمها سبرينت بلانينج والسبرينت ريفيو والديلي آآ سكرام ميتنج مش هتكلم عن اي واحد فيهم دلوقتي لان ده مفروض برضو في المحاضرة اللي جاية هنتكلم عنهم بالتفصيل ولكن هي ميتنج زكرة بتخلينا نشوف البروسس اللي احنا فيها دلوقتي آآ احنا وقفين فين وما الى زلك لان دي مشاكل موجودة في الاجائل فالمفروض ان الاسكرام بيحاول يصلح. طب اللي هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل موضوع الاسكرام تيم. هو اولا الممبرز بتوعه بيكون آآ بيكونوا سبعة ممكن يقلوا عن السبعة باتنين يكونوا خمسة او اكتر من سبعة آآ باتنين. طب ما احنا في الرينج داي بدايه يعتبر سكرام ميت. بيكونوا حاجة اسمها آآ فانكشنال آآ تيم. كروس فانكشنال تيم في معتقدات كتير خطأ. الناس بتتكلم فيها فاكرة ان الكروس فانكشن آآ معناه ان كل فرض في التيم يكون بيعمل او يكون في كل الفيسز اللي موجودة في وده غلط. يعني المعتقد ايه? ان المفروض مسلا مروان لو انا موجود في آآ تيم اكون بفهم في الدزاين وبفهم في وبفهم في وبفهم في وبفهم في مش بفهم بقى مفروض ان انا اكون فيهم واشتغلت بكل واحد فيهم قبل كده كتير. ده اللي الناس فهمها وده غلط. طب ما ليقصد بيها ايه هي هنا بقى كروس آآ فانكشنال. كروس فانكشنال ان ما يبقاش عندك كل واحد في التيم مختص بحاجة واحدة وبس. او بيعمل الحاجة واحدة وبس. يعني ما يبقاش عندك مروان فرونت اند وبس. لأ في الاسكرامبي يفضل ان against تشغل حد. هيكون بس لأ هتشغل حد وفنفس الوقت log initially. او uh وحاجات من دة. بدل ما فتشغل حدнако لها بس لأ هتشغل حد وفي نفس الوقت بيقدر يعمل. طب انا هعمل كل ده ليه? لان عدد التيم بتاعي قليل. عدد افراد التيم اللي عندي قليلين. فعشان كده باضطر ان كل واحد يكون بيعمل اكتر من حاجة. وبيفهم برضو بقية الحاجات. يعني انا ممكن يكون فرانت اند وفي نفس الوقت بفهم في التستنج. لكن مش اكسبرت فيه. لان في فرق. طيب. تاني حاجة او تالت حاجة. ان انا مع بداية الاسبرينت بيكون عندي جول واضح. انا مفروض هعملو. وده موجود في الاشراء العادي. تاني حاجة. ودي برضو مهمة جدا ان كل تيم. مهمة جدا كل واحد من التيم يكون عنده كل الصلاحيات ان هو يتصرف بدماغه. وزن بتاعة البروجيكت. يعني في حدود البروجيكت يتصرف زي ما هو عايز من غير ما يرجع لأي حد. عشان نوفر الوقت. وخلاب لك انه برضو السبعة اللي بيبقوا الممبرز بتوع الاسكرام تيم. بيكونوا في الغارب كلهم سينيورز وناس فاهمة بتعمل ايه. طب بمعنى ايه ان هو يكون اولا انا بدي له السكاة. وكمان بقوله ان انت قادر ان انت تعدل اي حاجة في اي وقت. بمعنى ايه? بمعنى ان انا دلوقتي كراجل فرانت اند. جالي شغل من الديزاينر. او مثلا مش هعدل في الوان ولكن مسلا البردر نريدييس. بدل ما هو الدزاينر عامله خمسطاشر بيكسل انا شايف ان هو يبقى خمسة بيكسل اف可以. بي Gabi haعمله خمسة فهمتوا ازاي? لما يروح للكاستمر ممكن نرجع نعديل موضوع ده. لكن عشان نكسب وقت انا مش هعديل في ده. كزلك اليو اي ممكن مسلا وهو بيحاول سكرين بتاعة فورمه معينة. لقى ان السيستم اناليسيس تكتبن له بتقول او مثلا نقصة حتة مسلا يعني السيستم اناليسيس تكتبوا ان يبقى فيه فورم مثلا بتاعة فيها اليوزر بيدخل الايميل والباسورد وما قالوش موضوع الايرور هندلينج لو مسلا فيه ايرور هطلع له الايرور فين وحاجات كده. بدل ما مأخر وقت وارجع اسأل السيستم انت اصدقه ايه او اروح اسأل البرودكت اونر او كزا. لأ انا كشخص اتصرف من دماغي. من غير ما ارجع لحد. هي دي فكرة الانباور دي. واحنا قولنا الكلام ده من شوية. والديمو تو بروديكت اونر ان كل ما نطلع بديمو لازم نوريه للبرودكت اونر والبرودكت اونر وظيفته بقى ان هو يودي الكلام ده او يوصله للكستم. انتم فاهمين يعني ايه ده. طيب. في عندنا بقى شخص موجود في الشخص مهم جدا جدا. اسمه سكرام ماستر. سكرام ماستر دي وظيفة. اظن ان اي حد من الناس اللي هي ذاكرة الاس اي اي وان كويس قوي وهتذاكر الاس اي تو كويس قوي. بتقدر نتقدم على وظيف كسكرام ماستر. كجونيور اسكرام ماستر. لان انت في الاسكرام ماستر المفروض ان انت تكون فاهم كويس قوي. اه في الاول وعارف الاجائل كويس جدا جدا جدا. وعارف الاسكرام. عارف الفيسيز. عارف عارف مهمة كل تيم بيعمل ايه. عندك قابلية ان انت تنوديفيت او بتبدأ ان انت تقعد تتكلم مع التيم وتقولهم يلا مش عارف اقراضنا للديدلاين. اه وتساعد مثلا لو حد عنده مشاكل تكون دايما. اه بتساعده. اه كمان الاسكرام ماستر مش شرط يكون عارف اه تيكنيكل. يعني مش شرط يكون راجل بتاع كود. ولكن يفضل ان هو يكون عارف جزء تيكنيكل او عنده يعني تيكنيكل. لكن هو فعلا مش هيكتب ولا سطر كود. ولكنه يعني لو عارف كود شوية فده هيكون كويس بدلا ما يكون على عماكرة وبس بيقول بينفذ بس وخلاص. طيب يعني اي حد مفروض ان هو مسلا مش بيحب الكود او كزا يقدر يبحث اكتر في الاسكرام ماستر ده ويشوف بالزبط بتاعته ايه? غير اللي احنا هنقوله دلوقتي انت ابحث بقى بشكل متعمك وتقدر تشتغل بدا وانت جونيور عادي جدا ايه? وبكون فلوسهم كويسة كمان في الشركة. طيب. الاسكرام ماستر بيعمل ايه? اولا بيكون عنده ان هو افراد التيم الموجودة. ما يقصدش هنا ان هو يفاير حد او يطرق حد من الشركة على قد من ان هو ممكن مثلا في شخص دلوقتي شغال على معينة وشخص تاني شغال على تاني انا ممكن ابدل ما بينهم. الا ان ده اشتر من ده مسلا او ده اشتر من ده في الحتة دي فاجيب واحد بدلا ما هو بيعمل اللوج ان اخليه يعمل ساين اب وحد تاني بيعمل اللوج ان او ادي او حد تاني بيعمل ساين اب او ادي اعمل ده اصدو بالتشينج. طيب برضو هو بيبدأ ان هو ينظم حلو مش يكريتها في فرق. يعني بتبقى وهو بيبدأ ان هو يوزعها على هو اللي بيعمل اللي هنتكلم عنها المحاضرة اللي جاي. هو اللي بيبدأ ان هو يكون مسؤول عن او الجزء بتاع لو مسلا حد من في حاجة معاينة مش فاهمها مسؤول ان هو يبحث في الحتة دي ويفاهمه. مش برضو لان انا قلت ان هو مش شرط يكون فاهم ولكن مسلا ودي بتحصل كتير قوي قوي قوي. ان حد دخل جديد الشركة. ميمبر جديد دخل الشركة. هو ليس ما عافش اي حاجة عن الشركة. ما عافش حاجة عن بتاعتنا. ما عافش حاجة عن افراد والتيم. ما عافش حاجة عن افراد التيم. مين اللي يكون مسؤول ان هو عرافه والاسكوب والكتالوج بتاع الشركة هو خ다�ikle زلك. هو كويس? وهو بيكون عنده دي مهمة جدا جدا يعني في ناس كتير بتقول له يع من مش مهم Liider ومش مهم okay. مش مهم خطير. ما احنا بنكتب الكود مع بعض وخلاص. لأ. انت بتكون قاعد في حتة معاينة بتكتب فيها الكود مش شايف الرؤية من فوق. مش شايف ايه الصح و ايه الغلط. مش شايف احنا وصلنا الفين دلوقتي. كويس? المفروض ان هو يكون متفرغ للموضوع ده فهو شايف اكتر من حتة مش مهم عنده انت بتكتب ايه او ايه. يعني مش عارف الفرق ما بين وغير او مش فاهم يعني ايه و هو مش مهم يكون عارف كل ده. ولكن هو شايفك انت شغال على ايد دلوقتي. وعارف اللي ما تخلصوا الحاجة انت شغالين عليها دلوقتي. هتروح تشتغله في حاجة تالتة. هو عارف ده. كويس? انت نفسك ممكن ما تبقاش عارفة هتشتغل على ايه بعد ما تخلص انت بتعمله دلوقتي. لكن هو عارف. وده مهم جدا جدا جدا. عشان نكون ماشيين في بشكل سليم. وقدرين نوصل البروجيكت للكسر. ده برضو انا حبيت اوضح الفرق ما بين الليدر والبوس. طبعا مش بقول اصل ان في حاجة اسمها بوس يعني ده غلط اساسا ان يبقى فيه اه شخص من النوع ده ان التيم شغال وهو بس عمال يؤمر ويقول روحه يمين او روحه شمال. ولكن في فرق ما بينه ما بين الليدر بقى هو اللي بيكون معاكو جوه الانفيرومنت بنتو فيها متابع كل حاجة انت بتعملها. عارف مشاكلك. عارف انت محتاج ايه? دايما بيوفر لك اه الراحة ليك. وبيكون الليدر. هو بيكون ماشي في وشك وبيقولك تعالي وراي. مش بيشول لك على الحاجة وهو قاعدة على كرسي. فدي مهمة جدا جدا. مش عارف ازا كانت ليه علاقة او بالكورس او لا. ولكن انا حبيت اقولها. طب اخيرا دي اخر حاجة خلاص. هقول لكم مين هو البرودكت اونر? وطبعا برضو في المحاضرة اللي الجاية هنتكلم بالتفصيل مقارنة كده ما بينه ما بين الاسكرام ماستر. البرودكت اونر هو اللي بيديفاين الفيتشورز. خلي بالك احنا قلنا ان الاسكرام ماستر هو اللي بيوزع التسكات. لكن مين اللي بيكاريت التسكات ومين هو اصلا اللي بيكاريت الفيتشورز هو يعني بروديكت اونر بيروح يعود مع الاسكرام ومع التيم يقولهم يا شباب احنا عايزين نعمل جديدة. الفيتشور الجديدة بتقول واحد اتنين تلاتة. ويمشي كده خلاص. مش مهم عنده بقى مين هيشتغل على واحد اتنين تلاتة. والشخص ده طبعا مش مهم يكون بيفهم في الكود. كويس? ولكن مالوشن هو يدخل بقى. يعني بما انه ما بيفهمش في الكود. هو ليه ان هو يقول انا عايز واحد اتنين تلاتة. مش حتى مالوش ان هو يقول انا عايز ده يخلص امتى? هو ممكن يقول انا عايز ده يخلص بعد آآ شهرين. ولكن مش شرط ده يكون صح. اللي بيقول له الصح هو التيم او التيم ليدرز بتاع آآ آآ كل تيم بيبدأ ان هو يعود معاه ويقول له ان المفتوض ان هخلص ده في قد كده. والديزاين هيخلص ده في قد كده ومش عارف ايه. فتقريبا ممكن نخلص ده في الوقت الفلان. دي حاجة. طيب هو كمان اللي بيديسايد. هو بيقول ان احنا ده اللي انكم تكلم عنه شوية بيقول ان احنا عايزين يا جماعة ان نطلع بالفيتشر دي آآ يوم كذا. مش شرط ان نطلع بها كاملة. هو بيقول ان انا هطلع من البروجيكت اللي احنا فيه دلوقتي آآ الفترة اللي جاية. هنطلع مثلا في رفيقي قبل الميتر. ده قرار. دي بقى هيطلع منها خمسين في المية ستين في المية مية في المية سبعين في المية. ده مش قرار البروجيكت اونر ده قرار والتيم عمو. لان احنا شغالين اجايل. هو كمان بيكون مسؤول عن الدخل او بيكون مسؤول عن العائد المادي بتاع البروجيكت هو بيروح له هو يعني. يكون عارف بقى الخصارة والمكسب والكلام ده. هو اللي بيكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة يعني. هو اللي بيبيريريتي الفيتشر يعني بيقول انهي فيتشر اهم من الفيتشر انهي فيتشر اهم من التاني. هو اللي بيادجاست الفيتشر هو برضو اللي بيقول يعني في كل اتريشن او في كل سبرينت احنا نشتغل على انهي فيتشر. اخيرا هو اللي بيأكسبت او بيرفض اي وورك ريزرت. يعني في الاخر كاوبوت هو مسلا كان متوقع ان الستوريز بتاعت الانستجرام لازم اكاري تستوري ومش عارف ايه بشكل معاين في دماغه. ومش في دماغه هو بس هو مفروض بعد ما قاعد مع الكاستمر فهمه وعايز ايه? وخلاص بقى بالنسبة لنا الكاستمر هو البرودكت اونر. حلو احنا كاتين مش بنتخطى البرودكت اونر. ولكن بنروح نعرض عليه الشغل اللي احنا خلصناه وهو اللي بيوافق او يرفض بناء على الاوبوت وبناء على الفيدباك بتاعه عادي جدا بنرجع تاني ندخل الفيدباك بتاعته اللي احنا شغالينا عليها ونكمل بشكل طبيعي جدا لان الاجيل والسكرام اوبن لاي تشينج. يا رب ما كونش طولت عليكم انا كده خلصت. شكرا جدا لكم.